منتكار للدولية الأخبار عبدالإله الصارحي الخامسة مساء بتوقيت باريس مرحبا بكم في مساء منتكار للدولية ساعة كاملة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها بعناوين نشرة الأخبار روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يتوصلان إلى صيغة اتفاق حول نصر يشكل وطارا لتدمير الاسلحة الكيموية السورية ومفتش الأمم المتحدة يحددون مواقع التحقيق في سوريا وتفجير نصر عن عشرات القتلى والجرحة في دمشق أصداء إيجابية لاجتماع بين إيران والدول الكبرى في نيويورك حول الملف النووي تجدد المظاهرات في السودان ضد قرار الحكومة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وضيف مساء منتكابلو والأستاذ رياض صيداوي مدير مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية في جونيف للحديث إذن عن الاتفاق بين موسكو وواشنطن حول صيغة قرار حول الأزمة السورية مساء الخير بعد سبيع من مخاضي المحادثات المكثفة توسرت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى صيغة اتفاق حول نص يشكل إطاراً لتدمير الأسلحة الكيموية التي يملكها النظام السوري فيما وصفه البعض باختراق ديبلوماسي هام التفاصيل مع مفادتنا الخاصة إلى نيويورك كل الأنظار تتجه اليوم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث يتصدر الملف السوري المشهدها هنا الأمين العام بانكيمون يشارك في هذه الأثناء في رقاء دولي هام يجمع الأطراف المعنية بسوريا الأسيام الروس والأمريكيين بهدف تحديد موعد لمؤتمر جونيف في نسخته الثانية أجواء إيجابية من المتوقع أن تسيطر على هذا اللقاء خاصة بعد الاتفاق التاريخي الذي توصل له الطرفان بخصوص ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نحن في مراحلنا نهائية للتوصل إلى صيغة مشتركة وكلنا أمل أن هذا المسلسل بين منظمة حضر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة ومشروع قرارها يتقدم إلى الأمام ويعطينا الأمل بإزاحة الأسلحة الكيميائية من سوريا ومن جانبها أعربت روسيا عن أملها في أن يتمكن مجلس الأمن من التصويت على مشروع القرار بحلول هذا المساء والتوجه إلى حل سياسي للأزمة السورية إيمان الحمود من مقر الأمم المتحدة في نيويورك منتكال الدولية وفي كلمته التي ألقاها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة كرس رئيس الاتلاف السوري المعارض أحمد الجربة جانبا هاما للحديث عن مساوئ ومخاطر التنظيمات المتطرفة التي تعيت فسادا في الداخل وتشوه سمعة الثورة السورية عبدالقادرخيش أحمد عاصي الجربة قال إن الشعب السوري من أكثر شعوب العالم مناصرة للسلم والاعتدال والتعايش وما نراه اليوم من جماعات مرتبطة بالقاعدة لا علاقة له بالشعب السوري وثورته وجيشه الحر بل هي صنيعة النظام الذي أنشأها أو أتى بها من الخارج الجيش الحر والاعتلاف كان قد امتنعا سابقا عن إدانة تلك التنظيمات لكن إساءات بعضها كداعش تجاوزت حدود المقبول وصارت عبءا حقيقيا على المواطنين والثورة السورية سألنا المتحدث باسم الجيش الحر لأي المقدادة عما إذا كان يدين تصرفات داعش وسواها كنا منذ البداية نقول أننا لا نريد أن نلتهي بمعارك جانبية ولا نريد أن نضيع مواردنا المحدودة بمعارك جانبية أو معارك تدير بوجهة البندقية من وجهتها الأساسية في إسقاط النظام وحماية المدنيين السوريين اليوم ما تتكبه تنظيم دولة لاراق والشام أو ما يعرف بداعش بحق المدنيين السوريين وبحق المناطق المحربة بحق أهلنا قد قارب نفس جرائم النظام وأثكاباته بحقهم الجيش السوري الحر يجد نفسه في موقع المجهور والمضطر أن يدافع عن أهله كائنا من كان المعتدي بغض النظر إذا كان نظام بشار الأسد أو أي تنظيم أو مجموعة تحاول فرض هيمنتها على الشعب السوري الجيش السوري الحر واجبه الأساس هو حماية الثورة وحماية الشعب السوري والمدنيين السوريين وإضافة لدور النظام وحلفائه في ظهور هذه التنظيمات المتطرفة أشار أحمد الجربة إلى مسؤولية التجاهل والتقاعس الدولي تجاه حماية الشعب السوري في بروز هذه الظاهرة التي تسيء قبل كل شيء إلى السوريين وسورتهم فيما يؤكد الشكوك حول دور النظام السوري وحلفائه في ظهورها شكرا عبدالقادر هذا وحددت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق حول استخدام السلاح الكيموي في سوريا سبعة مواقع يشتبه في أنها شهدت هجمات بهذا السلاح مشيرة إلى أنها ستنهي مهمتها الإثنين القادم فيما قتل وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة اليوم في إحدى بلدات ريف دمشق مزيد من التوضيحات مع مراسلتنا في العاصمة السورية عشرات القتلى والجرحة سقطوا جرى انفجار سيارة مفخخة في منطقة رنكوس بريف دمشق ووقع الانفجار قرب أحد المساجد بسهل رنكوس في المزارع المحيطة بالبلدة وتقول المعلومات الواردة من هناك أن الريف الشمالي لدمشق كان مشتعلا خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة حيث تدور اجتباكات عنيفة في المحاور الشمالية الغربية لبلدة معلولة وكذلك المحاور الشمالية في صيدنايا القريبة منها هي الاجتباكات الأعنف خلال الفترة الماضية في الأثناء يستمر تواجد فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لليوم الثالث على التوالي بالتنسيق مع الحكومة السورية أستطعت من إعلامي على تحركاتهم ورفضهم إدلاء التصريحات لصحفيين في حين أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة أنهم سيزورون سبعة مواقع في محيط دمشق من المحتمل أنه استخدم السلاح الكيميائي فيها وتشير أنباء غير رسمية عن تعثر التنسيق بين المحاققين والمعارضة المسلحة التي تسيطر على موقع خان العسل بريف حلب ما يؤخر توجههم إليها ومن المقرر أن تنتهي مهمة المحاققين الأمميين يوم الاثنين المقبل لتبدأ بعدها مهمة المفتشين الدوليين صفام كنا دماشق مونتي كارلو الدولية ودائما في الشأن السوري معلومات تداولتها وسائل الإعلام الفرنسية حول نية النيابة العامة في باريس فتح تحقيق نولي حول ثروة شقيق الرئيس الراحل حافظ رفعة الأسد وعشرات المباني الفاخرة التي يملكها في العاصمة الفرنسية طريق القاعد وسائل الإعلام الفرنسية عده تمت موضع أيام بالثروة رفعة الأسد ولكن الجديد في الموضوع نظر محكمة فرنسية خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت ستأمر بالتحقيق في هذه الادعاءات فكانت منظمة شاربا ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا قد قدمت هذا الشهر شكوى بمزاعم فساد وغسل أموال واختلاس أموال عامة وإساءة استغلال أصول تجارية ضد رفعة الأسد الذي انقلب على الحكومة السورية في الثمانيات والذي يعيش اليوم في المنفى بين فرنسا وإسبانيا ثروة رفعة الأسد في فرنسا تقدر اليوم بحوالي 90 مليون يورو تضم مثلا مبنى من 7 طبقات في جدة فوش وعشرات الشقق الفاخرة الأخرى في أرقى أماكن العاصمة الفرنسية فبحسب صحيفة لومون أن رفعة الأسد استثمر 160 مليون يورو في العقارات الفرنسية وللمرة الأولى رد سوار الأسد ناجل رفعة الأسد على هذه الاتهامات اليوم مؤكدا أن والده قد حصل على أموال منذ عام 1984 من دول وقادة وأصدقاء في الخارج ويشمل ذلك هدية من ملك السعودية وهي عبارة عن 111 فدانا ومزرعة خيول شمال باريس من ناحية أخرى نقلت صحيفة لوفيغا اليمينية الفرنسية في عددها صادر اليوم عن مصادر رسمية معلومات تؤكد انتقال وزير دفاع السورية السابق علي حبيب إلى فرنسا الجنرال علي حبيب هو المسؤول السوري العلوي الأرفع الذي انشق عن النظام السوري بداية أيلول سبتمبر الحالي والذي لجأ إلى تركيا شكرا طارق حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من تحول سوريا إلى ملجأ للمتطرفين كما كان الحال في أفغانستان في عهد طالبان من جهة أخرى استأنفت الوكالة الدولية للطاقة النووية مباحثاتها مع إيران حول برنامجها النووي ميس اسماعيل وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحدثات التي أجريت مع إيران حول برنامجها النووي بأنها بناء جدا وأعلنت عن اجتماع جديد في 28 من 21 أكتوبر المقبل إلا أن السفير الإيراني الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية استبعد التواصل إلى اتفاق مباشرة مع استناف المباحثات مع الوكالة في فيينا هذا الاجتماع استؤنف على خلفية حملة دبلوماسية تقوم بها طهران من على منصة الأمم المتحدة في نيويورك والتقارب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية وهذا اللقاء يعد الأول منذ تولي الرئيس روحاني السلطة لكنه الحادي عشر منذ أكثر من سنة ونصف بعدما آلت كل اللقاءات السابقة إلى الفشل وفي أول اللقاء تاريخي بين الطرفين عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف اجتماعا ثنائيا مغلقا في الأمم المتحدة عقب الاجتماع الموسع للدول الست الكبرى حول المنف الانووي الإيراني وفي هذا الإطار علن كيري أن واشنطن قد ترفع واقوبات عن إيران خلال الأشهر المقبلة في حل وافقت طهران على اتخاذ إجراءات سريعة لسماح بالمراقبة الدولية لبرنامجها النووي الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر من تحول سوريا إلى ملجأ للمتطرفين كما كان الحال مع أفغانستان في عهد طالبان داعيا إلى التعاون لإنهاء النزاع الجاري فيها وإلى السودان ففي الخرطوم وعدة مدن أخرى تجددت المظاهرات ضد قرار الحكومة السودانية رفع الدعم الحكومي عن المحروقات التي تهز البلاد منذ خمسة أيام لليوم الخامس على التوالي استمرت تظاهرات السودان الاحتجاجية بينما المعارضة تعلي صقف المطالب وتنادي برحيل البشير وإقالة الحكومة وتحيي ما وصفته بالانتفاضة المجيدة في السودان وقد واجه متظاهرون يوم الغاز المسيل للدموع بعد أن أشعلوا الإطارات المتطية على مفارق الطرق الرئيسية وسارة التظاهرات في الخرطوم كما في بقية المدن وانتشرت قوات الشرطة والجيش بقوة في العاصمة وضواحيها تحسما لهذه التظاهرات التي دعا إليها الناشطون يطالبون برحيل الرئيس حسن البشير وأيضا الزعيم المعارض الصادق المهدي وتهمت منظمات إنسانية قوات الأمن بتعمد إطلاق النار على المتظاهرين مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلا في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء والأربعاء لكن مصادر في المستشفيات والشرطة أشارت إلى سقوط تسعة وعشرين قتيلا فقط ومعظم هؤلاء من المدنيين الذين قتلوا برصاص الشرطة هذا وقررت السلطات السودانية إغلاق مكتب قناة العربية التلفزيونية في الخرطوم احتجاجا على طريقة تغطيتها للتظاهرات في السودان وفي العراق قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح في هجومين استهدف مصلين عند مسجدين سنيين في بغداد في البحرين وقعت صدامات للأمس بين متظاهرين وقوة الأمن في إحدى القرى قبل تظاهرة للمعارضة الشيعية متوقع هذا المساء احتجاجا على الاعتقال القيادي المعارض خليل مرزوق ليالبشار سألت عبد النبي العكري عضو تنسيق مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن خلفية هذا العنف ما يحدث هو أزمة حقوق الإنسان حقيقة سلطة الحاكمة ضربت بيد الحديد هي ليست تضرب هي تضرب بيد الحديد على امتداد أكثر من سنتين ونوص وبالنسبة للممتلكات ليست صحيح يعني هناك فيك أي مظاهرة ممكن يصير بعض الحاكم بعض الخسائر بالممتلكات لكن ليس هذا هو طابع المظاهر الاحتجاجات البحرين هي احتجاجات سلمية وضايا الحق بالممتلكات الخاصة هي ما تقترفه سلطات الأمن قوات الأمن عندما تقتحم البيوت وتقتحم الأماكن العامة وتقتحم المساجد وتكسر وتخرب وتصادر ممتلكات الشخصية للناس دعت فرنسا اليوم كافة الأطراف في مال إلى الحوار بعد إعلان المتمردين التواريق تعليق المفاوضات مع الحكومة المالية حول السلام في هذا الإطار فرنسا جددت دعمها للرئيس المالي الجديد إبراهيم بو بكر كيتا وحثت على ضرورة مواصلة عمليات السلام لإرساء مصلحة حقيقية بين كافة مكونات الشعب المالية الموقف الفرنسي تعقب إعلان متمردية التواريق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى للأزواد إضافة إلى الحركة العربية في أزواد تعليق مشاركتهم في مفاوضات السلام مع الحكومة المالية مؤكدين على أنه لن يجرى تفاوض حول أي شيء غير الحكم الذاتي في أقليم أزواد أي في مدن شمال البلاد هذا في وقتنا أعلن فيه رئيس المالي الجديد إبراهيم بو بكر كيتا أنه لن يتفاوض أبدا حول وحدة أراضي مالي وكذلك الوحدة الوطنية لغاية الساعة لم يصدر بعد أي موقف من الحكومة المالية عقب بيان متمردية تواريق ولكن في طبيعة الحالة بيان تواريق ينصف اتفاق وجدوجو بين الحكومة المالية ومتمردية تواريق الذي وقع في حزيران يونيو الماضي والذي على أساسه تم إجراء الانتخابات الرئاسية على كامل الأراضي المالية حتى في مدينة كيدال بشمال البلاد التي يسيطر عليها متمردوات واريق هذا الاتفاق نص على إجراء انتخابات رئاسية ودخول الجيش إلى مدينة كيدال والمباشرة في مفاوضات سلام في غضون ستين يوما من تشكيل الحكومة المالية اتفاق اعتبره البعض هشا ولا يخدم سوى المرحلة الأنية أي إجراء الانتخابات الرئاسية شكرا ليال ننتقل إلى أخبار الرياضة واليوم من منظور آخر حيث دعت منظمات دولية قطر إلى تغيير سياستها تجاه العمال الأجانب الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وديعفعاني صحيفة الجواردين بريطانية نشرت تحقيقنا اليوم يؤكد هذه الاتيامات صحيح التحقيق الجواردين قبل يومين بالوقع عبدالإله كان تكلم عن العديد من الخروقات في قوانين العمل وعن مقتل ما يقول عن 44 عاملا نيباليا تحديدا في شهرين الأخيرين على ورش البناء بناء طبعا الملاعب وكذلك المنشآت الرياضية وغير الرياضية استعدنا لكأس العالم في قطر عام 2022 وهناك أيضا مسؤولين من جمعيات لحقوق الإنسان تدخلت في الموضوع والدول جنوب آسيا هي أيضا معنية اليوم على أساس أنا بالإضافة إلى نيبال هناك بالطبع العديد من الدول المعنية من بانجلاديش وباكستان وغيرها وبعض المنظمات تتكلم عن مسؤولية الدولة المضيفة وكذلك أيضا عن مسؤولية البلدان التي ينحذرون منها نيبال بشكل خاص ويقولون أن على هذه الدول والمعنيين هناك في خطر السفرات أيضا أن تتأكد من أن على الورشات هناك احترام للقوانين من قبل المشاغلين وإذن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا نحن سنتابعها في الفترة القادمة وسنتابعها معك شكرا ودي نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العنوين روسيا والولايات المتحدة يتوصلان إلى صيغة اتفاق حول نص يشكل إطارا لتدمير الأسلحة الكيموية السورية ومفتش الأمم المتحدة يحددون مواقع التحقيق في سوريا وتفجير يسفر عن عشرات القتلى والجرحة بريف دمشق مسأة مونتكار لولايات المتحدة